موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في هاد الفيديو اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة جديدة وصفة للبشرة الوجه بطبيعة الحال وصفة اللي كتبيض الوجه وكتعطي نظارة للواجه وصفة لزوينة بزاف ومجربة من العديد من نيثاء هاد الوصفة اللي كنحتاجو فيها الاروز كنا نعرفو بالوصفة الاروز فالنتيجة تكون فيها قليلة بزاف كنلاحظو الفرق من تقريبا الاستعمال الاول للوصفة عندنا الاروز اللي كنناخدوه وكننطحنوه اي نوع الاروز استعملته سوه هاد الروز سو الروز الاخر اللي كيكون شوية غليط فيمكن لكم تستعملو اي نوع الروز عندكم كنطحنوه حتى كيولي بحال شكل تقع نحتاجو الياغورت طبيعي كل شي يقولي اي نشي نستعمل الياغورت اللي بانكها لا تستعملوش نهائيا في الوصفات الطبيعية للواجهة استعملو الياغورت الياغورت اللي بانكها اولا تكون فيها هذيك المواد اللي كتتطيف المضاق الياغورت وفي نفس الوقت فيها السكر لها المكونات اللي ماشي مزيانة لبشرة ديالكم لا تستعملو ياغورت طبيعي اللي كيكون بدون سكر وبدون اي نكهة اولاد ياغورت مستوس وهو الزبادي بالنسبة للناس ما يعرفوش اشنا هو الياغورت وعدنا معلقة العسل العسل للحر غادي نبداو الان طريقة تحضير هاد الوصفة حتى ناخدو الدقيق ديال الاروز ديالنا وكننضيفو ليه انا ضبت هنا معلقة عامرة ديال الياغورت داب القوام ديال هاد العجين كنضيفو الياغورت فالحساب بالكيمية اللي غا تعطيناه واحد العجينة اللي متماسكة فكننخلطو الياغورت مع هاد الدقيق ديال الاروز مزيان تكاتو اللي عدنا كيما تلاحظو را كتتكون واحد العجينة وكنتنضيفو لها خاصة تكون متماسكة متخليوش هاد العجينة تكون جارية او لا متائلة كتكون متماسكة بعد ما كنجمعوها بهاد شكل فكننضيفو لها واحد المعيلقة ديال الاسل وكنخلطو هاد المكونات جيدا ونتمكين ما كتلاحظو معايا بعد ما كنخلطو هاد المكونات فاحنا كنطبقوهم على البشرة البشرة ديالنا اضيفة كنكون وصلناها بهواحد شوي ديال ماء والصابون و كنوضعو هاد الماسك لالبشرة ديالنا بطبيعت الحال هاد الماسك نستعمله بالليل كنوضعوه على البشرة ديالنا وكنخليوه لمدة ثلاثين دقيقة على البشرة ديالنا بعد ما كنشوف الماسك فكننحاولو ما نتكلموش مني نوضعوه على البشرة ديالنا بحلقة لماسك اللي كان وضعهم نسترخع ونخليه لماسك يعطي المفعول ديالو على البشرة ديالنا نخليه لمدة 30 دقيقة من بعد فنغسلو الوجه ديالنا بالماء الدافئ وغادي تلاحظوا الفرق وغادي تلاحظوا النتجة ولقع الوصفات اللي كانت استعملوا فيها الارز فهي جيد مفيدة للبشرة وكتعطي نتائج سريعة سبق وقدمت لكم وصفات استعملت فيها الارز الخاصة بالبشرة هاد الوصفة اعجبكم بزاف فقط غير تجربوها الى عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو لا تنسوش تديرو جامل الفيديو وتبغطاجه الفيديو باش يستبدو ناس اخرين منو وتشتركوا في القناة باش ديما تطلعوا الوصفات الجديدة ديالي شكرا على التتبع ديالكم شكرا على الوفاء ديالكم في انتظار وصفة قديمة وفيديو قديم الى اللقاء الى حلقة قديمة ان شاء الله